موسيقى يا مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ترند على شاشة الشروق الإخبارية أين سنتحدث عن جديد مواقع التواصل الاجتماعي وعندما نبحث عن الوضع في ليبيا نرى نتائج الباحث تحمل كلمات مروية على السوشيال ميديا جريدة تكتب عنوانها مدينة محيت من على وجه الأرض وأخرى تقول أحياء كاملة ابتلعها البحر وأخرى تنسب تصريحا لمسؤول يتوقع وجود عشرة آلاف قتيل لكن ما يمكن اعتماده دون أي تشكيك هي الفيديوهات التي نشرها المواطنون من قلب الحدث الفيديو الأول الذي ستشاهدونه هو الفيديو الذي جعل سكان المناطق المنكوبة الآن يصفون ما حدث بيوم القرآن في الفيديو الثاني كلمة واحدة لكنها بوصفنا العام قطع القلب بينما تجرف السيول رجلا إلى حاتفه يصرخ آخر بكلمة قاوم قاوم لنشاهد الفيديو ونرجو من المخرج تكراره أكثر من مرة أما الفيديو التالي ففيه جولة بالسيارة في الأحياء المتبقية من مدينة درنة وهي خاوية على عرشها لا يسكنها إلا الحزن ولا تفوح منها سوى رائحة الموت فيديو آخر من مدينة درنة لواحد من أهم شوارعها التجارية المعروف بازدحامه وهو يشبه بالفور عندنا لكن إعصار دانيال كان له رأي آخر إلى حيز الماضي في غمضة عين وأصبح أهلها جثثا وما تحمله الأرصص وعلاقات وحيوات انتهت مرة واحدة صابوا إذن جلل والكارثة ألمت بالعباد وآلمت بالعباد والبلاد رحم الله الموتى وشفى الجرحى وأعانى من يقدم المساعدة في هذه الأزمة الليبية ونذهب إلى الموضوع الثاني هل زرت من قبل مغارة بني عاد في تلمسان كهوف غار الباز في جيجل مجرى المياه في مغارة أوقاس في بجاية مناطق تحمل وزنا تاريخيا يتعدى مئات وآلاف السنين ليحسبه العلماء الأركيولوجيا أي الآثار بملايين السنين التكونات الكلسية في هذه المغارات من صنع الزمن والماء هذه الصواعد والنوازل هي ترسبات كلسية يتكون منها سنتيمتر واحد خلال ماءة عام فما رأيك إذن في هذه المغارة وصواعدها ونوازلها في الفيديو القادم اكتشفت هذه المغارة بالأمس صدفة خلال أشغال حفر في ولاية وهران هنا في حي عدل أحمد زابانة كان المخاطط أن تبنى مدرسة ابتدائية هناك لكن التجويف التي عثر عليها بعد الحفر كشفت عن كنز جيولوجي تجيب مراعاته ودراسة محيطه والتعامل معه باحترافية أصبح الموضوع حديث السوشيل ميديا خاصة بعد مطالبات بتحويل المغارة لوجهة سياحية وبعد أسئلة حول مصير حي بنايات عدل هناك ولكن لنقرأ بعض هذه التعليقات البداية بآية التي كتبت لدي المسرغين رانا فوق مغارات والله أعلم وين كانت المراقبة والله يجيب الخير بينما خديجة كتبت مسرغين فها غاب العذراء مهملا تمنى أن تثري هذه المغارة السياحة فيها جمال كتب أيضا في تعليقه تنبيه جيد في محله بارك الله فيك ولا أظن أن والي وهران سيتجاوز هذا المعلم التاريخي الذي هو بمثابة إضافة للولاية أمسرغين خاصة بوركتم أما بولخير فرحاوي كتب هذا المكان كل مغارات لا أفهم كيف للسلطات أن أعطت مشاريع لبناء العمارات ومارك أو باسم مارك علق هذا الشخص يعني سكنت لراهي موجودة في المنطقة مبنية فوق هذه المغارات 80% عبدالقادر كتب في تعليقه مكسب لبلدية مصرغين وربما تخرج حتى لمغارة تلمسان لأن الطريق قريب لولاية تلمسان وصلنا إلى نهاية الموضوع ونذهب إلى الموضوع الأخير حول اللغات يمكن أن تدخل جدل كتابة كلمة أجنبية بحروف عربية كهذه الكلمة مثلا ترند كلمة إنجليزية تأتي من الأصل ترند وتعني ما راجع وحقق الانتشار الولايي واسع على السوشيل ميديا ولكن من الآن فصاعدا يمكنك كتابتها بالعربية بكل ثقة فواثق الخطوة يمشي مليكا لأن مجمع اللغة العربية في القاهرة أضاف مجموعة من الكلمات الجديدة على رأسها كلمة ترند التي جاء منها عنوان برنامجنا هذا وهي تستخدم لإشارة إلى أهم الأخبار التي لفتت انتباه المستخدمين وتفاعلهم على السوشيل ميديا المجمع قام بذلك حرصا على مواكبة الحياة العصرية بعد تدولها في العالم العربي كلمة ترويسا أيضا دخلت قاموس اللغة العربية وهي تعني العنوان الظاهر في أعلى وجهة المواقع والجرائد الإخبارية وأصل الكلمة الآن ترئيسا أي ما يظهر في رأس الصفحة إلى تعليقاتكم نبدأ بعابد الذي كتبه على الطريق لايك شير وفيس روعة علقت حتى اللغة صارت مواكبة مع التكنولوجيا ونهاد كتبت بالإنجليزية تراندم بالفرنسية توندونس ترجمتها بالعربية هي شائع أو رائج لماذا يغيرونها حاتم في تعليقه كتب هل المضارع يترند والماضي ترند بفتح تاء والنون وتسكين الراء والأمر ترند بفتح تاء وتسكين الراء وكسر النور ويبدو أن حاتم أشغل عقله كثيرا في هذا الموضوع ونصل به إلى ختام عدد اليوم من ترند شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة